تحية السلطانية. مرحبا بكم مرة اخرى. يوم اجيت لكم بات الخبر هذا من صحيفة اسبانية الكونفيدنشيال الكونفيدنشيال. مهم ادعي رأس صحيفة مرموقة وتجيب اخبار يعني امشيني بمكتا. مش اي صحيفة. هذه تتدر على. الحرب ما بين المخابرات المغربية وابو زعي تيرا صديقه الملك. فالمهم تحت عنوان الحرب الاخرى للمخابرات المغربية انهاء صديق محمد السادس لهو ابو بكر زعي تيرا. تهاجم الصحافة الموالي للحكومة لانها باش لان انا قريت يعني المقالة كاملة قبل ما دي هذا الفيديو دا اراجيش معلومات يعني خطيرة جدا. اه الضروري المخابرات دا بتتخلص من ابو زعي تيرا لانهو يضر بالصورة ديالنظام ملكي تتعبرو يعني عدو الدولة والاستمرار ديالدولة ابو زعي تيرا لانه بزاف ديال اشاءات تخرجوه واش العلاقة ديال الملك مع ابو زعي تيرا هل هي صداقة ام هي يعني علاقة من نوع اخر فمشي بدان تطح تسأول واصبح يعني هاد العلاقة اللي تجمع ابو زعي تيرا مع ميمي خشيشي اه مع محمد السادس اصبحت يعني بحالة تقول اصبحت حاديث رأي العام غريب بزاف ديالنسي تيقولوا كيفاش لانه ابو زعي تيرا ماشيشي باطل عالمي ولاشي حاجة انا عاي باطل يعني انا مستوى الجا ديال اوروبا ونجح ربما كيفاش تدخل يو افسي واذاك شيء المهم موقعتل اه مزيان ولكن ما ما الله درنا على البخوفيل ديال البادر هاري وبلا بزاف ديال ابطال مغاربة اللي هم ابطال عالمين يعني لابحين يعني القاب والقاب والقاب اما ابو زعي تيرا ما عندو تشي لقب عالمي انت حد اي واحد يقول يا ابو زعي تيرا عندو تشي لقب عالمي ما عندو تشي لقب عالمي مسألة اخرى هو ان ذا بل تيضرحت هذا المقالة ديال انزيدو القدام وتشوفو يعني تيراو حتى العلاقة اللي تجمع اسميسو اسمي 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 تقول بانا ابو زعي تيرا او اخوة دي الابو عزيطر ابو زعي تيرا عرفت كيف الشي نتقول لكينيديا المهم حلا وكأنهم يعني تحسوا هالمسل المخابرات والهمة والمستشارين دي الماليك والاصديقاء ديالو المقربون يعني من يما الدراسة تشعروا بانا ابو زعي تيرا استغلوا يعني الطيبوة قال لك دي المحمد السادس ودشي درجة فضل فضل ما قال هذا المهمة نقرأ لكم ان انزيدون تعمقوا فضل المسألة هذه تهاجم قال لك هنا تهاجم تهاجم الصحافة الموالية للحكومة ابو بكر زعي تير وشقيقه للدفع الماليك للتخلي عن تلك الصداقة التي تضر بصمعة النظام الملاكي في المغرب بو زعي تيرا يواصل استفزازه للشعب المغربي تيقول لك هكذا اطلقت صحيفة البرلمان حتى الاسبوع اللي فات كان اطلقت صحيفة البرلمان هذه الخبرات ديال ان اخواء ابو زعي تير تستفزو المغاربة واحنا سنعرفوا يعني هاد العلاقة البرلمان صحيفة البرلمان وكالة الانباء الرسمية لاماب اا اا هاد ال اا كما استعرفوا يعني لاماب رأي تسيرها لا تجد يعني رايات حتى تصرف يسير المنصوري ولي تقرر فيها وحتى الهماء مستشار الماليك ولي تقرر لا في وزارة التقدر ولا في وكلة الاخر وما يشارط دينهم يعني واحطهم وعاطيهم يعنيله تعال ميليك اه عناصر الصلاة يعني بدون عنصي عنصن وثال صلاة فمشيني اه وكأنك تنظروا الى المو specifications تديروا ما بعده يدرى يذكرو ان وقاعي البرلمان التي اضيفت الى آخرين نشرت مؤخرا في مختلف وسائل الإعلام المتعلقة بسلطة الرباط هي التظاهر بأن أجهزة الأم والشرطة والمخابرات تريد قتل أبو بكر زعيتر البالغ من العمر 35 عاما والذي أصبح في 20 أبريد 2013 فجأة الصديق العظيم للعاهل العلوي يعني محمد الثاني يعني في 20 أبريد أي بعد طلاق الملك محمد السادس من الأميرة سلمة مباشرة ظهروا هذه الإخوة مع الملك وهذه المسألة خطيرة لأن المخابرات ستقتلوا ستقتل أبو بكر زعيتر أنا سنظل علاقة ما بين ألمانيا والمغرب ركما تستعرفها متوترة جدا ومسألة الغتيال أبو بكر زعيتر من طرف مخابرات مغربية أنا أظن أنها غير واردة وغير يعني غادي تزيد يعني التابعات دياله غادت يمكن يمكن تنهي الدولة المخزانية لأنها ما يمكنش تقولي أنا أقولي ويشوفوا المغرب بحل بحل دول يعني اللي تغتالوا بحل السعودية بحل بزنة ديال الدول ما 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 نعتقدش بأنه هاد المسألة بالنسبة لمخابرات غدا تكون يعني مسألة قتلوا ولا بشي أكسيدون ولا شي حاجة فمتيني غادي يكون هناك بحث لأنه عنده جنسي ألمانيا والدولة الألمانية غدا تدافع له مسألة أخرى هنا حتى في المقارة تزيدوا يتعمقوا في المسألة دي علاش يعني مسألة ديال الغتيال دياله غير واردة فنزيدوا للإعلان الحصريا نزيدوا هنا أجهزة الأم والشطة والمخابرات المغربية تريد قتل أبو بكر زعي تيرا البالغ من العور 35 عالمان والذي أصبح في 20 أبري 2012 فجأة صديق العظيم للعيل العلوي بعد الشهر ويومين من صدور مجلة هالولي الإعلان حصريا عن طلاق محمد السادس من الأميرة للا سلماء قلق استقبل الملك أبو بكر وشقيقه عثمان وعمر في القصر الملاكي بالرباط أراد أن يهنئ عثمان على فوزه في اتحاد القتال الشجاع وأبو بكر على انضمامه إلى بطالة القتال النهائي أهم دوري في فنون القتال واليو افسي منذ ذلك الحين أصبح التناء الرياضي وشقيقه عمر الذي يعمل كمدير بينما يكرس نفسه أيضا لترميم لا ينفصلاني عن الحاكم العلوي يعني محمد السادس في البداية في الربيع والصيف 2018 ظهرت مجموعة جيدة من صور محمد السادس مع أصدقائه الجدود على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة مع أبو بكر شهدوا مع أن يتناولون العشاء في طانجة على متن يخت أو يتجولون في المدينة بالسيارة وأشارت تقارير أخرى إلى أن الملك والتلاتي ذهبوا جميعا في إجازة إلى جزر شيشل وأبحروا عبر البحر الأبيض المتوسط على متلي يخت الذي أعاره لهم أمير قطر الآن أصبح وجودهم أكثر سرية لكنهم يواصلوا الحفاظ على علاقة وثيق مع المال واشتي دبا هذا هو المشكل يعني دبا أنت فشتكم واش عما كشتي مثلا شي رئيس دولة تدير هاد هو بحالة تقول تيجينا بعض المراتج محمد الثاليس بحالة تقول واحد الادوليسان يعني تقول واحد المراهق ما عاش المراهق قدير ومن بعد فش كبر هاد بغيت متعبرا لأنه هو في تكوين دياله من أمير إلى ولي عهد لوصوله إلى الحكم التكوين تكون يعني صارم بالنسبة للواحد الشخص اللي غدي شده حد البلاد وعنده صلاة يعني شبه إلهية يعني مطلقة وكذا وهو الحاكم الفعلي وهدي فالتكوين دياله تكون يعني صارم جدا يعني تختار الواحد التكوين عشان قوك يعني تكون أهم حاجة فيه وهي على ديسيبلي الان ديباط وهو يعني زيره ببا لأن ببا كان يروق على الحسن تاني قال لك أنا ولدي محلول فامتيني فهو زيره فزيره سيد ما عاش يعني المراهقة دياله ناتوغيل يعني ما ما استمتعش بها نظرا لأنه ما كانش ياخدها بذيك الجدية الحكم ما كانش ياخده بذيك الجدية يعني تقول تقدسوا المسؤولين كذا ويكون رقالها ولد عمه وهذاك الأمير الأحمر اسميته هشام رقالها قال لي يوم بأن المالك كاسول ورقالها إذن المالك كاسول ولكن مسألة هنا يديل أنه تخرج ده بتصور معايا مسألة ده ده أبو زعيتيرا ودهم يعني في إجازة إلى زوزور الشيصل وأبحروا معا عبر يعني البحر الأبيض المتوسط على اليخت الذي أعاره لهم أمير القطر وده باقلك بأن الوجود ديالهم أصبح كتر سرية وهذا الشي ترجع على الرومرز والإشاعات اللي تتخرج إلا إنما قدوش إلا ما كانش إلا ما كانش عندنا دليل بأنهم كذا وكذا ما يمكنش نضعوا الخرج ونقولوا هذي وهذي مهم أنا بالنسباليات نقول بأن العلاقة اللي تتجمعهم يعني غريبة جدا هو أخرج آخر مباراقة اللي أحبك أنا لا أقول شي واحد أحبك مثلا قاعد سياسي أحبك سيدي الرئيس أحبك سيدي كذا وكذا تتولي تستعمل هذيك السيد فهمتني ما باش تجي تقول أحبك هكا وركنك لأ تسميته على صفحة القناة القرارة كانت هو أدر على القضية هذه ديالأحبك غريبة جدا معربنا عش I love you this is different to say I love you sir I love you Mr. President ولكن فش تقول لها ك I love you راه مشكيلا شنو كيفش I love you أخويا please clarify what you mean by that يعني بطحلنا أخويا شنو تسعني بهاد I love you تنحبك أحبك 50 يا راه شيء عشا غريبة المهم يزيده من ألمانيا إلى المغرب الثلاثة يحملون الجنسي الألمانيا أي أبو زعيترا الإخوة دي الأبو زعيت رغم أنهم من أصل المغربي لقد ولدوا ونشأوا في كولونيا لكنهم عاشوا في المغرب لأكثر من ثلاث سنوات حياته في المملكة العلوية ماليئة بالحوادث والفضائح العامة والعرض المتفشي لرفاهية والامتيازات وكذا إنها تضر بصمعة نظام ملكي دم المخابرات الهمة لأن أخصكم تعرفوا بأن هذه المسائل التي تتفعل معها رأي العام حل تقول تضرع للعلاقة دي المالك أبو زعيترا والناس ما تفهموهاش فانت أجاب هذا لهذا هذا رجل السياسة وكذا أجابوا الواحد رياضي ومشي أي رياضي فالمهم هاد الشيادة هاد التضاربات تتضر بصمعة نظام ملكي وتقدر ضرحتها لإستقرار دياله وتقدر ضرحتها لإستمرار الدولة المخزانية هاد المسألة رغم أنه في الزب ديالناس لا يعني ما تقوله رأي مسألة غير عادية رأي الوعي الجماهيري كما كنت نعضرت لكم شها لدي رأي الوعي الجماهيري ماشي هو وعي الفرد فش تكون الوعي الجماهيري دابل مغاربة لقلو أبو زعيترا عندهم واحد عندهم واحد الليماج ديال فمسيني هاد الصداقة اللي شجمع أبو زعيترا مع المهلك عندهم واحد ليماج وهو ما رأكم تعرفوا المغاربة دولة يعني محافظة كونسيرفاتيو يعني دولة محافظة فلذلك هاد الأمور هادية ها خطيرها بالنسبة للدولة ربما دابرة بدات صحافة تضرفيه ولكن هاد يدوزون نويفو آخر ماشي هو أول للآخر اللي قدوينيوين هي وهي لابغاه وهي لابغات مقابرات المغرب هي هاد تحيدو نزيدو هير هنا يا والفضاح العامة قال لك فاش سكنوا في المغرب الحياة ديالهم في المملكة العلوية عام رايب المشاكيل والفضائح والذيك العياقة ديال لأننا بيخير ولا بس علينا وهذه فامتين تبوردوا عن المغربة واتش هذا تضرب صمعات نظام ملكي لهذا السبب قال لك قرارات الأجهزة الأمنية وضع حد وضع حد لهما كما في هذه الأوقات لا يمكنه اغتيالهم كما فعل الملك الحسن الثاني عام 1983 مع اللواء أحمد دليمي الذي اشتبها في تآمره ضد الملك فالأمر يتعلق بتشويه سمعتهم ربما بهذه الطريقة سيسمح الملك لنفسه بالاقتناء والانفصال عنهم أشوفه دكين صراحة دكين لأنه ما بغوا يضربوا فيه فامتيني وفاش غادي شوف لأنه خسكم تعرفوا بأنه هو اللي تكون سلطان أو ماليك وكذا راي خسو يشوف يعني مصلحة مصلحة الدولة ديالو فاندرشنا على مصلحة الدولة رايكم عارفين يعني الدولة مو شخصة أنا أصلا ما تستسوقوش للمغاربة المغاربة مساكن معدهم وشحقهم يعيشوا في بلادهم أحرار ويعيشوا مرتاحين ومهنيين ويحسوا بأن الدولة فامتيني تتحنى عليهم وتتحبهم وتت بحالة تقول تتافى على المصالح ديالهم نو في المغرب محمد السادس دابع حاليا ما هذا الشي اللي تديرو هو بحالة تقول هو خصف هما غادي شوف السمعة ديال أبو زوعي تيرا فامتين إخوة غادي يضربوا السمعة ديالهم زيان وغادي خرجوا الفضائح ديالهم آرام ما تسميت والشي رابدو شعال هذي منذ أن مهي مراجعين في الأحداث في المقالة غادي تقرب ونطلقوا بعض الأمور أخرى هاد المسألة ديال ديال انه يشوف السمعته لأن الملك غادي يشوف لأن الملك لأن داب محمد السادس الولدو يشوف ديالشي هذا واستمرار الدولة ويقد قائز مع بعض المستشارين دياله ويصول لهم فالمسألة هذي شنو وياخذ واحد القرار اللي هو أنه يعني يبعد أبو زعيترة يعني ولكن العلاقة ديالهم دابرة باقي عندهم علاقة القواتيقة مع محمد السادس ولكن في سرية تامة مبقاش هذك الخروج المخابرات المغربية فعالة والدليل على ذلك أنهم علموا في أبريل نيسيان أن إبراهيم غالي زعيم الجبت البوليزاريو الذي يخوض المغرب حربا معها قد أدخل قد أدخل إلى مستشفى سان بيدرو ديالو جرونيو تحت اسم آخر وقاموا بتسريب هذ المعلومات هذه الصحف الصديقة ثم بدأت الدبلوماسية المغربية في الخروج بالاحتجاج على خيانة إسبانيا وزادت يعني الرباط من أزمة معجارتها الإسبانيا أولا أنا لا أقول العلاقات تطبيع العلاقة ما بين المغرب وإسرائيل ستساعد المغرب استخبارات مزيان لأن جهاز الموساط قوي ومتغل يعني في عدة الدول لذلك ف اللوجستيكيا رغم ما داروا تطبيع مع إسرائيل باش تساعدهم لوجستيكيا والسخبارات وتنظن ربما ما يكونش بعيد بأن إسرائيل يلي أعطاتهم الخبر دي الدخول بن سميت إبراهيم الغالي زعيم جبت بوليزاريو إلى يعني إسبانيا ونتيجي يقول لك في أول من مايو صحيفة الهيسبرس الأكثر قراءة على نطاق واسع في المغرب أول من أطلق النار على العائلة أبو زعيتيرات كانت هي الأولى من أطلق ها النار بما قال من 1400 كلمة نشر باللغتين الفرنسية والعربية بدأ باستي بدأ باستدعاء السجلات الجنائية في ألمانيا للإثنين يعني بدأ تهدر على الجرائم اللي كانوا يتكبوا في ألمانيا ثم استعرض حبه للسيارات الفخر ثم استعرض يعني حبه للسيارات الفخر التي يتداولون بها من السيارة ميرسي ديس برابوس اللي تتوصل القيمة ديالها ميتين ألف أورو إلى الرولز رويس هذا الرولز لويس بحالة تقول سيار ديالتي يوصل حتى نصف مليون دولار وبعد المرة تقع أكتر أنت هذه مقالة دياله ريتشارد مايل ريتشارد مايل أر 11 صفر ثلاثة فلايباك كرونوغراف جولد هذي 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 رأس تسوي يعني تقريبا نصف مليون أورو تقريبا نصف مليون أورو ونها فش تجي صحيفة البرلمان الأسبوع القادم تقول بأن الصحف الصحف يعني موقع البرلمان لتبع المخابرات المغربية أكتبو خبر بأن أبو الزعي تيرا تيخون المغرب بافتتاحه مطعام في كوستا دي الصول في كوستا دي الصول يعني ألميرية كينين هذ كوستا دي الصول يعني في إسبانيا فتح هذ الفروع السلسلة الألمانية في خدم الأزمة مع إسبانيا رأي كان تجمع إليه في البرلمان لأن فتح مطعام في إسبانيا ولكن كان يعني بحال تقول ماشي إكسبريمي بحال نفتتح مطعام رأي بزا دي الخدمة رأي قبل ما دهر لأزمة بالمغرب لأسبانيا وبالنسبة ليوم الفتتاح رأي يكون أصلا يعني مرتاب مسباقا فهمش هذ الأمور هذه ولكن البرلمان رغم ذلك يعرف هذا شي هذا إلا أن تت 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 تتت 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 فتح مطعام الهامبرغر دي لسلسلات المشترك لسلسلات ثالثة بطانجة في يوليو 2019 في هدون أيام محمد الساديس صيف طول دو الأمير الحسن باش أنه يأكل الغضاع هناك للمساعدة في الترويج زيما صيف صيف تقلي ليش قلي محمد الساديس يلا قلي سي كل شي هامبرغر المهم صيف طول تم محمد الساديس يضرب الهامبرغر عند أبو زعيت فالمهم عثمان أبو زعيت يابد هذا خبر آخر طلقت بعنوان أطلس أنفو صحيفة رقمية يملكها أيضا رئيس سابق آخر لوكالة المغرب العربي الأنباء تصورو دا بقى رؤوسة ديال ديال الصحف الرقمية كلهم كانوا يشتغلون في وكالة المغرب العربي لمض وهذا وكالة المغرب العربي للأنباء هذي راح تابعة لجيد مباشرة لجيد يليس تسيرها ويليس فرحت أحد المقربين من ياسي المنصوري يعني من العائلة دياله رح تشحم في شاقر تسير الأمور لأن ياسي المنصوري في الصم تستعرف الدولة المخزانية ديما تيبغي يعني المقربون اللي تتقوا فيهم أكتر المهم صفة والدول تمايا هذي صحفة العرقية كتبات وحد الخبر بعنوال عثمان زعيتير يابط الرعب في الريباد كرس وقع يعني وقع وقع يعني طاويلة ليروي كيف أرادوا وهذا العضو الآخر في الفريق المهم جاء الواحد المقهى دي ستاربوكس المحطة المركزية بالرباط دخلت مايا بلا يعني بلا قناع بالأول يعني دخل بوجه مكشوف كل شي تعرفو وفاش ترفض يعني القارسون اللي يقولو أنه يخدمو أنه يعاونو لي يجيب لي ما يشرب وليش حاجة وينوض ويدرب الطاويلة وفاش بطاقة الهوية إلى كرنسينا بدأت يضحك عثمان زعيتر قال لي سير نتول غا نتصل بالرؤساء ديالك مهم احنا يرجمنا شي للتاريخ الشي ردي البلد هك غذا المشكلة ما ما يمكن تطبيق القانون على حال باب زعيتر فوق الدوستور فمش مجيني وراد الشي هذا هذا شير معمول بمشير سنشرح لكم ما هو مبهام مرة أخرى كانت صحيفة الهيسبرس التي هاجمت وهاجمت بدقة أكبر في 10 مايو نشر مجموعة شاملة بما في ذلك صور على المعصم لساعة أبو الزعيتر هدرنا لها الفاخرة يعرض الرياضي عرضا من الموت يعني قاع السواء التي لبس تقريبا آآ أش نقولك هذي واصلة لنصف مليون الآخرة واصلة لربع مليون فمش ني أن جميع أنا إجمال أن تقدر الصحيفة أن أبو الزعيتر يمتع لك 5.35 مليون أورو من الساعة آه شي ما سوق نتي فمش ني يمتع لك لي بغي يمتع لك لأن شخصية عمومية ومش الشعب اللي تخلصوا كذا ولكن نحن نجي لموضوع ديالك باش أبو الزعيتر قاتل هسبريس فهذا الخبر أن أبو الزعيتر يقوم بأمال خيرية في شهر رمضان كما يدق الموقع أن ما هي المصداقة التي يمكن أن تحصل عليها عندما توزع أكياس البقالة القفاء على المتشردين والمحميزين والمفقرين ديال محمد السليس مع السعاد ديال نصف مليون دولار في ديك يعني لا علاقة تجاوزت الانتقادات لأبو الزعيتر الصحافة يعني تجاوزت الصحافة لتصل إلى الشبكات الاجتماعية وليس فقط من حسابة وهمية مجهولة بل أطارت ساميرة سياتل يعني المدير الصابقة ديال دوزيم أن بينما كان المحمد السادس يعطي تعليماته يعني بال تعليماته يعني للشركات ديالطيران باش أنهم يعاونوا مغارب الخارج ويدرو لهم أتمين معقول يقوم هاد أبو زعات تقدير رحلة على متن طائرة خاصة و على متن طائرة خاصة المهم قال في ضل هاد الأزمة دي مشاو كراو طائرة خاصة وجوتي تبردوا على المغاربة وما بينما المغاربة مساكن ديالعلم كامل فمسين يشوفوا كيف شايدخلوا البلاد هوم وكيف هش وادي مشكلة وهنا هذا الموضوع ديال سامير السياتل سياتل تسميت تنتقد أبو زعات رحلة وتتعرف سامير السياتل هاد رحلة مقربة من فؤال علي الهم يعني الصديق الشخصي الصديق الشخصي للمالك تمشي وهو الرجل الذي يتلو أكبر قدر من المسؤولية في المغرب رحلة رحلة بش تعرف بأن أنا لماذا قلت تدوين لدي النار أول حاجة فكر هي العم إذن ما ميمكن سامير السياتل ما عنده الباق لدي عياش هي تأخرج بهذا التدوين ونتقد واحد الشخص مقرب من المالك مثلا هو أبو زعاتل ما يمكن إلا أن هذا المسألة بدأ تؤرق الطبقة البرجوازية والطبقة المخزانية في المغرب ويريدون يعني التخلص من أبو زعاتل بأي ثمان الصحف المغربية تفشل في إبراز العلاقات بين المالك وأبو زعاتل في أحسن الأحوال يتجاهلون حقيقة أن الأخوين استغلوا كرم المالك لا فن دفع النفس التي يمارس أبو بكر أو عثمان ولا محل هامبورغر الذي يفتتح معه عمر لتو يسمحان بإطراء سريع من المحتمل أن تكون الساعات والسيارات هداية من المالك هدية المقانة تسوى نصف مليون دولار خير يعني ما كان شي يعني ما قد تشي وحد دي هذا الخبر ولكن كان هناك تساؤل كيف بوكس وفي رياضات القتال المختلط هدو رأى وما الطب ويعني فين وصل مثلا نقول كونر ماكريغر رأى وصل الواحد نيفو بزيار طالع بزيار الفلوس رأى لعب مع ماي ويدر رأى عرفو هذا يعني مبارة القرن رأى ضرف فيه هو ماكريغر ضرف مية مليون ديال دولار والناس هدروا على لاعب هدرنا عليه من هدنوف تاذا لمشاشرة ما كان من نص مليون او مليون او كده راجي مها عارفو من جاب ديك الفلوس اما ده بعدو مايمكن ش هذا نقول يعني ش حالتي يربح في الماتش اللي تيلعب ابو زعايتر في ال يو سي رأى مافيتاش خمسين الف دولار ولا نقول نقول قع ميتين الف دولار تلات تلتمية الف دولار مايفوتاش ابو زعايتر في الماتش ديال في اليو اي لانه مشي شي top fighter he's not a top fighter يعني مشي شي مقاتل ranked يعني ranked يعني في الطب ديال الطب التمن ديال لورة مايكون ش واصل يعني صدي بون ومتي لعبش بزاف ماشي active ومؤخرا خسر يعني سميتو غادي نزل يعني هذا غادي نزله يعني القيمة ديال ك fighter غادي تنزل فالمهم الدفاع النفس يماري شابه زعيطر والهامبورغر اللي محلين وما يمكن ش هد شي عدا واللي يخلي يقول يمتلك يعني واحد المجموعة ديال الاشياء تتوصل لقيمة ديال احتل خمسة المليون ديال دولار الاجناد على الطموبيل على السوايا على بزاف ديال الامور ها هران نقول وديك اربعات المليون خمسة المليون ديال دولار وهو كي يديري الشي لما كنتيش تتيري مئة مليون دولار ما يمكن ش تشري مليون دولار الشي تكون قاعة تتيري عشرين مليون دولار رخص كتعرف ركينا ذك الارسيس يعني الضريبة ورش تحيات البضخ عند التمن ديال تقول هنا السيارات يمكن هنا هلاش تقول هاد 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 تطرحوها التساؤل ديال او الاحتمالات ديال ان ربما الاخوين تستغلوا الكرم ديال المالك الذي ينهب من فقرائه وتيعطي الاثريائه بان تكون ساعات السيارات هادية من المالك يتجاهل عامة شعب مغربي كل شيء تقريبا عن هذه الاخوة التي تنجذب حول محمد السادس لكن ليس النخب المغربي بالنسبة لهم فان العلاقات الوثيقة بين الزعيتر ورئيس الدولة هي موضوع حديث متكرر رأي العام بالعجماع علاقات تضر بالمؤسسة العلوية اذا عادوا في النهاية الى المالية يعني المخزن بغي تخلص منهم بأي طريقة واصبحوا يعني يشكلون يعني تقلان على الدولة المخزنية بسبب يعني راي تنضرو علاقة الطبيعة العلاقة ما بين محمد السادس وابو زعيتر شنو هي طبيعة العلاقة دي ما عارفناش حتى الناس صحف المغربية فش لاش باش انها تتصرح للشعب والعامة دي الناس في الشعب العلاقة التي تزمع مالك مع ابو زعيتر فالمهم هذا خبر انا سنظن غادي جو يعني امور خراد ابو زعيتر لان ده مسألة تسمس الدولة والسمرارية دي الدولة المخزنية اذا هنا غادي تجاوز ده محمد السادس محمد السادس هو غادي الكراسو خصو يا اما يخدم الدولة ويا اما ما عرفتش لنرى ماذا يخفي لنا المستقبل تحية السلطة عنية وهذا هو الخبر لك نشاركو معكم بارتاج وعفاكم واللايك وشير وسبسكرايب thank you very much شكرا للمشاهدة